يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يقول يذكر بعض الناس شبهة وهي أن الأصنام كانت موجودة في عهد الصحابة في الديار التي فتحوها ومع ذلك لم يهدموها فهل هذا القول صحيح أم أنهم لم يطلعوا عليها لا هو كان أبو الهول وذا ما كانت والأهرام موجودة لكن ما تعبد في عهد الصحابة ما كانت تعبد والآن ما يتعبد لكن فهم لم أيضا الصحابة يهدمون جبل جبل أبو الهول جبل عظيم يقولون يهدمون فهذه ما دامت إنما تعبد وإنما هي باقية حقب فرعون والفراعنة فوجودها ما فيه خوف وجودها ما فيه خوف على العقيدة حتى الآن سبحان الله ما يعبدون يعبدون القبور ولا يعبدون الأهرام نعم